الاخراج النهائي للمشروع بتاعي لو انا عايز اعمل اكسبورت او تصدير للمشروع بتاعي طبعا قدامي كذا طريقة قدامي الطريقة اللي هي بتاع الفاينال كات السوديو الجديدة اللي مطبقة في الفاينال كات ومطبقة في الموشن اللي انا بعمل شير لما بعمل شير بحدد ايه الصيغة اللي انا عايز اطلع بها الشغل بتاعي سواء زي ما انتو فاكرين في الفاينال كات عايز اعمل شير دوت على الابل تيفي البلوراي ديفي دي ايفون ايباد اليوتيوب بقدر احدد الصيغة اللي عايز اطلع بها المادة بتاعتي وابتدي ان انا ايه اضيف مادة تانية خروق تاني يبقى انا عامل اكسبورت لمادتين مرة تطلع على اليوتيوب ومرة مثلا تطلع على الايفون على قد الكاتر بتاع الايفون والمصفوق بتاع الايفون وابتدي اقول له اكسبورت يبقى انا بعمل التصدير على حسب الايه الصيغة اللي انا عايزها وهاشتغل بها ايه بعد كده طيب عندي الاكسبورت العادي بقدر اقول اكسبورت او اكسبورت سليكشن الاكسبورت سليكشن دي صراحة بنحتاجها احيانا كتير جدا احيانا بكون اعمل شغل والشغل ده وابدأ يبقى تقيل على الجهاز وابدأ يعمل مشاكل والجزء ده مش هعدل فيه خلاص الفيديو ده بالفلاتر بتاعته لو فيه جروب الكامل ده كله بالليارات بتاعته بالتراكات بالشغل كله وعايز ان انا اطلع ملاف موفي عشان اجيبه عشان يبقى خفيف على الايه على الجهاز عندي مايبقاش محمل بالفلاتر والبهيفير الموجودة طالما انا ايه خلصت فقدر اجي ايه اقولك سبورت سليكشن صدر الجزء اللي انا محدده يبتدي يطلع علي المواصفات بتاعت التصدير اول حاجه مكانه فين واسمه ايه بقى احط الاسم اللي انا عايزه والمكان اللي انا عايز ايه احط في الماده بتاعتي طيب عندي ايه اختيارات تانية عندي اختيارات الصيغة عايزه ملف موفي ولا امش سيكونس امش سيكونس لو انا شغال بال يبقى هتلع علي 25 صورة ثابتة في الثانية كل ثانية عندي في البروجيكت بتاعي هتلعه ايه 25 صورة ثابتة current frame يبقى انت عايز صورة ايه ثابتة تطلع من ايه من البرنامج طب كوكتايم ده مواصفته ايه اقدر اروح بقى هنا اقوله انا عايز المواصفات بتاعتي انا اخرج بال ولا NTC ولا HDV ولا DVC Pro على حسب الصيغة اللي انا عايزها بابتدي ان انا اعمل ايه اختار الصيغة المناسبة اللي انا عايزها ممكن اغير في المواصفات بتاعت المين بتاعت كويكتايم اضغط على option وابتدي هنا اعمل ايه اشوف الصيغة اللي انا عايزها عايز عملية الضغط التم ازاي عملية بابتدي ايه بحدد مواصفات الشغل الاوديو مش عايز 48 اعز 44 يبقى انا بقدر اغير الايه المواصفات بتاعت الشغل انا اللي طلع عندي كمان ايه عايز احدد فيديو لو فيه طبعا اوديو بس انا مش مراكب اوديو بتظهر الايه ايه طيب بعد التصدير بعد التصدير يعمل ايه احنا اتفقنا ممكن ارجع الشغلانة للمشروع فباله add to media ضفها على مين المدية اللي هي فين بالزابط اللي هي هنا موجودة في البروجيكت بان بعد اللير في المدية المدية بحط فيها الحاجات بس ايه ممكن تكونوا استخدمت او لسه ما استخدمتش في البرنامج ممكن اقوله اعمل ايه add to media غيرها اقوله import into project اعمل لها جلب للمشروع automatic على طول ممكن اقوله اوبن ان فيوار ويندو و اعمل لي عرض لها عشان بقى شايف الشغل او متعملش حاجة خالص انا عايز اصدر فقط لها غيرها يبقى داية عملية الايه اللي كتسبورت عندي في البرنامج ممكن يوص بلاي رينج لو انا عامل نقطة in ونقطة out يبقى ايه يصدر من ال in لل out بس او يصدر project كله حتى لو اعمل in و out غير ايه في البداية او النهاية بتاعتي يبقى انا بقدر ان اقوله play range من ال in لل out او اقوله خدك اللي بقى كلها مناكش ادعوه بال in وال out اللي ايه اللي متحددين عندها دي طريق تصدير ال ايه البرنامج عندي ايه اما اكسبورت العادي اكسبورت سيليكشن جزء متحدد زي ما احنا كنا من التعامل في الفينال قطعه برو اشتركوا في القناة